السلام عليكم أهلا بكم في درس الملاكمة اليوم الموضوع هل أتمارن وأنا مريد عندي برت وعمل تمرين الملاكمة أو لا أحيانا يعطي عندي أحد في جيم ويقول لي أنه مريد عنده حم ويريد أن يعمل تمرين لكن أنا في هذا الحال أقول أحسن أن يبقى في البيت لأن ممكن أن يزي جسده في هذا التمرين هذا التمرين ممكن أصلا لا ينفع ممكن يزي عضلاته جسده عظمه وسوف يندم ممكن شهر شهرين عنده إصاب ويعمل تمرين مع هذا الإصاب وهذا طبعا لا ينفع لهذا نصيحتي لا تعمله تمرين وأنت عندك هم أو عندك برت شديد وأحسن تبقى في البيت لأن جسده بدعيف والأيضا ليس عندك تركيز يعني أنت لا تركز وحتى ولو تعمل سبارينج طبعا ممكن تاخد ضربات كثير ونقطة أخرى ممكن يزي قلبك وهذا ممكن ترون أيضا على اليوتيوب حتى ممكن يصل الحل الموت يعني لما أنت مريض عندك برت هذا طبعا أيضا القلب يكون أضعف أضلات القلب يكون أضعف حتى الإنسان ممكن أن يموت في هذا الحل وهذا طبعا ليس فقط في الملاكمة هذا في كل رياضة وممكن أيضا ترون على اليوتيوب لما تكتب مثلا ترى أن في كثير في كثير سبورت في كثير رياضات ممكن إنسان يموت لو هو عنده مشكلة في القلب أو في الرأس ليس فقط في الملاكمة يعني هذا هذا مثلا هو كان مريض أخذ برت وبعد هذا يبدأ مع الرياضة على طول ولا ينتظر حتى المرض يذهب كامل ويبدأ ويبدأ مع المرض الرياضة وفي هذا الحل ممكن القلب مازال دعيف والعضلات القلب دعيف وممكن يعني القلب يقف إذن نسيحتي أنك حتى تظن أن المرض ذهب ابدع بخمسين في المية كل جيد اشرب جيد وابدع بطيئ حتى أنت متأكد أن المرض ذهب مية في مية وممكن أن تبدع الملاكمة إن شاء الله وإذا يعجبكم الفيديو اضغطوا على like اشتركوا في القناة وأسألكم دعاء بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله